موسيقى بعد إلغائه العام الماضي بسبب جائحة كورونا يعود صالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والعتاد الفلاحي في طبعته العشرين مسجلا مشاركة عدة دول تسعى كل منها لإبراز أهم منتجاتها في القطاع الزراعي موسيقى ثم سنحاولون أن نتعرف بعض الناس مع المنطقة لتعرفة ما يوجد في الألجيري لا حادث هنا إلا عن أحدث المنتجات الفلاحية والابتكارات الزراعية أزيد من 500 عارض جاءوا للبحث عن أسواق خارجية وبحث فرص تعاون جديدة هدفنا في المشاركة اليوم هو هدفين هدف محلي و هدف خارجي عندها أحدث المنتجات في نوعية والكمية والجودة المطلوبة هل سنرى هنا هو البحث عن أسواق مغاربية أو أفريقية أو حتى عالمية nous participons au CIPSA parce que c'est un salon très important donc c'est un salon international à travers lequel nous voulons justement promouvoir nos solutions et aussi profiter des échanges de ce genre de rencontres et puis nous sommes là aussi dans cette édition pour afficher notre volonté d'aller justement vers l'export أسالون الدولي للزراعة يعد فرصة لعرض المنتجات الفلاحية الوطنية وبحث منافذ جديدة للتصدير إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار لإنعاش وتجديد القطاع الزراعي اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى